خلاف أمريكي إسرائيلي واضح حول العودة الأمريكية المقتربة للاتفاق النووي مع إيران وشروطها سيحاول الطرفان قريباً تضييق هوته من خلال حوار استراتيجي عبر الفيديو كونفرنس بين مستشاري الأمن القومي في الدولتين حيث ستنقل إسرائيل مطالبها وتقريراً استخباراتياً يتضمن آخر المعطيات حول نشاط إيران النووي العلني والسري إسرائيل ستدير الحوار مع واشنطن بصورة هادئة مع منح الفرص لنجاح المساعي الديبلوماسية وفي نفس الوقت ستستمر إسرائيل في أعداد البدائل العصفرية وفي انتظار الحوار وانطلاقاً من عمق الخلافات بدأ نيتانياو حملة علنية ضد العودة الأمريكية للاتفاق وهاجم إيران بقصد أن تسمع إدارة بايدن أساساً في محاولة لأن يكون لاعباً مؤثراً في المفاوضات مع طهران لا نحن ولا دول أخرى في المنطقة سنسمح بأن تمتلك إيران سلاحاً درياً هذا غير ممكن أنا ملتزم بذلك بغض النظر إن كان هناك اتفاق أم لم يكن وأبلغت الرئيس بايدن بذلك التصريحات الإعلامية الإسرائيلية والتلويح بخيار عسكري تهدفه وفق مراقبين لمنع تكرار ما حدث زمن أوباما حيث بقيت إسرائيل خارج الصورة حين أدارت واشنطن ظهرها لتل أبيب ووجهها لطهران وانزدادت الخشي إسرائيلياً بأن يعيد التاريخ نفسه اللافت أيضاً أن نيتانياو زاد الكلام العلني عن التهديد الإيراني خلال حملة الانتخابية فالموضوع الأمني يقود إلى توحيد صفوف اليمين عادة في المعركة الأهم بالنسبة له الانتخابات دون التغاضي عن واقع اقتراب إيران أكثر فأكثر من القدرة النووية زياد حلبي الحدث القدس الغربية